صغارهم على حمل مسئولية الحياة ومتاعبها لكن واقعهم أجبرهم على أن يكبروا ويتركوا طفولة سرقتها شيخوخة القهر والألم والمعاناة لا طفولة في العراق والمشاهد كما تراها قادمة من محافظة صلاح الدين لأطفال بعمر الزهور يجوبون الشوارع والطرقات حاملين معهم مناديل لبيعها وآخرين في الأسواق يعملون في بيع الخضارع على البسطات ليكسبوا قليلا من المال يعيد من يعيدونه من نسوة وعجائزة على ظروف الحياة الدراسة واللهو والمرحو كلمات شطبت من قواميس حياتهم لتحل مكانها مصطلحات المسئولية والرجولة على ألسنتهم هؤلاء أصدقائي أهلهم أهل ميت الأبو ميت الفقير المعزم مؤكد يشتغلون ماقل شغل يظهروا يبيعون كنين التالي ما يبيع رابل فيها عمود اللقمة عمود العيشة ظاهرة عمالة الأطفال باتت متفشية في العراق في ظل الظروف الاقتصادية السيئة وغياب البرامج الحكومية فضلا عن تحول الكثير من الأطفال إلى نازحين ويتامة بفعل الحرب التي شهدتها مناطق عديدة في العراق هناك ظاهرة انتشرت بالفترة الأخيرة هي ظاهرة عمالة الأطفال بشكل ملفت للنظر وخاصة في عموم محافظة السلاح الدين خاصة في مدينة تكريت لاحظ هذا الموضوع أخذ بإطار غير طبيعي تلاحظ أطفال في عمر الزهور وقد يكون للحرب دور كبير في تفشي هذه الظاهرة لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المؤسسات الحكومية إذ لم توفر لأهالي هؤلاء الأطفال ما يغنيهم عن تجرع أبنائهم مرارة العمل وحرمانهم من مقاعد الدراسة وممارسة حياتهم كأطفال لا كعمال ظاهرة يرى فيها كثيرون مؤشرا خطرا على مستقبل هؤلاء الأطفال من ناحية دورها في إحداث الانحرافات النفسية والنشوء غير السوي لديهم الملاحظة أنه اللي شفنا في محافظة صلاح الدين كثرة الأطفال في الطرقات منهم من يبيع كلينس ومنهم من يتسول ومنهم وإلى أمور أخرى وبين عمالة الأطفال وعماية المسؤولين يتسع الشرخ بين الواقع المر وحلم الخلاص منه ليبقى أطفال العراقي يعانون من مرارة يوتمن لا يتمثلوا في فقد أب أو أم فحسب وإنما في فقد الدولة عندما يموت ضمير المسؤولين ترجمة نانسي قنقر